السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم شاء الله يارب تكونوا بخير وصحة وسلامة وصفتنا لليوم وصفة جدا طيبة كثير كثير ولذيذة طبعا اليوم أنا بصراحة عندي عيد ميلاد فلي فترة في أعياذ الميلاد لأهل بيتي بعمل الكيك أنا في البيت لأنه تعودوا إن أعمله في البيت وبكون إشي هيك يعني خاص إنه يعني معمول من كل كلب يعني في البيت آآ قررت اليوم أعمل كيكة الشوكولاتة رح أعملها فرمقيت وزيت رح أعملها كل شي من البيت مش رح يكون عندي أي حواضر من برة آآ عندي هون المكونات طبعا طحين وسكر وبيض وزيت وحليب فنيلا بيكن بودر بما إنها تشاكلت كيك كيكة الشوكولاتة رح نضيف الكاكاو وشوكولاتة النوتلا عندي هون المقادير زي ما أنتوا شايفين حبايبي هلا بدي أبلش أحضر في الكيكة الكيكة جدا سهلة إنه نعملها بالبيت فيه في المحلات ببيعه كمان آآ هيك علب فيها الكيك مخلوطه جاهز بس بنضيف عليه زيت وبيض ومية يعني الطحين والسكر والبيكن بودر والبانيلا كله بكون مخلوطه جاهز بس صراحة أنا بحب أعمله في البيت من الطحين اللي في البيت وضيف كل هاي الإضافات بيطلع أغطيب كثير يعني الطعام مختلف يعني ألف درجة فبتحسوا يعني في النكهة بتحسوا في الطعام سبحان الله غير شكل عنه اللي بنجيبه جاهز هون زي ما قلت شايفيني أنا ضفت البيت تكريبا ست حبات من البيت وضفت السكر وبيدي أذوب السكر مع البيت أخفقهم منيح منيح لبين ما يندمجوا مع بعض ويدوب السكر طبعا وبعد ما يذوب السكر أكيد تعودتوا علي لأن أنا بعمل كيك كثير في الفيديوهاتي لأنه بنحب نعمله في البيت وبنحب نتناوله الصباح ضفت هنا الزيت هلأ وكمان رح أضيف الحليب طبعا الحليب لازم يكون فاتر الأحسن إنه يكون فاتر ما يكون بارد ضفت هنا الحليب هلأ ورح أضيف الحليب وبعدين رح أبلش أنخل في لطحين وضيف لطحين بالتدريج هلأ هون حبايبي طبعا جبت لعندي المصفا المصفا وهون كمان رح أبلش أنخل بالطحين طبعا لطحين كل ما نخلنا كل ما أعطانا نتيجة أحسن وكوام أحسن للكيك وبنحس الكيك كمان بيكون خفيف يعني طبعا هون بلشت أخفق فيهم رح أخفق فيهم منيح منيح لبين ما أحصل على كوام الكيك الرائع اللهم صلي وسلم على سيدة محمد حبايبي إذا وصلتوا لهون ما تنسوني تدعموني من اللايكات الحلوين والتعليقاتكم الحلوة طبعا مشان تكبر القناة وشاركوا الفيديو إذا عجبكم الفيديو مع أهلكم أصحابكم قريبكم طبعا علشان ينتشر الفيديو وتكبر عائلتنا مع بعض طبعا هون زي ما أنت شايفين بلشت برضو أضيف الكاكاو في المصفا بدي أنخلوا لأن هيك شوية فيه تكاتلات فسي ما أنت شايفين بلشت أفرك فيهم الكاكاو بالملعقة مشان ينعم منيح وينزل طبعا هلأ رح نخفق الكاكاو مع الطحين لنحصل على لون التشاكلة كيك الحلو طبعا الكيك اللي بحضر فيها شوية أخذت وقت والأحسن أننا نحضرها مثلا كبل عيد ميلادي بيوم أو نحضرها كبل بيوم حتى إذا جاي عبلنا بدنا نتناول هاي النوعية من الكيك نحضرها كبل بيوم بتكون أول إشي بيكون معنا وقت نحضرها بكل راحتنا ما منستعجل عليها وفي نفس الوقت بتكون منحطها في التلاجة وبتكون هيك المكونات متعمة في بعض فبتطلع بكثير بكثير من ما نحضرها مثلا نفس اليوم أو كبل ما نقدمها بقى كم ساعة طبعا الكيك خاصة اللي رح نستخدم له الكريمة طبعا لازم نحط في التلاجة وبدي وقت ليبرد هون حطيت ملعقتين من النوتيلة بتغير الطعام يعني شو بدي أحكي لكم ألف درجة كثير كثير الطعام الكيك إذا بتضيفه للملعقتين من شوكولاتة النوتيلة لتشوكولات بيطلع كثير كثير أطيب طبعا هون رح أضيف ملعقتين صغار من الباكن بودر وتكريبا ربع ملعقة صغيرة من الباكن زودا تاعت الحلويات دايما أنا بضيف الباكن بودر طبعا بالآخر نحركها شوي لبين ما تنمزج مع الخليط وبعدين هيك بصير عندنا الكيك جاهز أنه ندخله الفرن طبعا أنا محمية الفرن على درجة حرارة 350 فهرانهايت لازم نحمي الفرن ويكون واصل لدرجة الحرارة 350 فهرانهايت قبل ما ندخل الكيك بالفرن شايفين ما إحنا الكوام بجنن هيك بدنا الكوام يكون اللهم صلي وصلم على سيدنا محمد يا رب العالمين جبت هون صنية اللي رح أخبز فيها الكيك دحنتها بشوية بزبدة وبعدين رح أفرشها بوركة الزبدة وبعدين أسقب الكيك على ورق الزبدة علشان علشان لما أطلع من الفرن ويبرد سهل أني أكلبه على الصنية وكمان سهل أني أشتغل فيه طبعا هون زي ما قمت شايفين سكبت الكيك في الصنية رح أوزعه منيحة على الصنية بعدين رح أدخله الفرن حاولت ورق الزبدة بليتها من الأطراف داير الصنية علشان تثبت معاي وكمان علشان ما تنحرك فهو ما بينحرك بس يعني الأحسن إننا نبلها مشان تثبت شوية على أطراف الصنية طبعا هون بعد ما خبزتها وطلعت اختبرتها بالعودة الخشبة فطلع نضيف وهيك بتكون عندي مستوية هلا بهاي الأثناء رح أتركها تبرد مش رح أقدر أقص هولا أشتغل فيها إلا لمنها تبرد رح أحضر للكريمة عندي هون كريمن شيز مقدار تكريبا أربع ملاعق كبار أو خمس ملاعق كبار ملاعقتين من الزبدة على درجة الحرارة طبعا حاولت أخفكهم كمية قليلة طبعا هلا رح أضيف عليهم سكر ناعم وكمان شوية من الحليب علشان تنخفك معايا منيح ما بنكسر حليب بس شوية وبعدين عندي كمان علبتين كريم شنطي كريمة الحلويات البودرة وهي فيها سكر ما رح أضيف سكر عليها في عندي علبة فانيلا وعلبة شوكولاتة رح أدمجهم مع بعض مشان نحصل على الكريمة بالشوكولاتة ضفت هنا شوية من السكر بدي عشان الكريمة شوية فيها حموضة وضفت لها شوية من السكر مشان تعطيها شوية حلوة هون عليبتين الكريم شنطي هلا رح أفتحهم ورح أضيفهم على الكريمن شيز وهاي كمان النوعية الثانية اللي على شوكولاتة رح أخفقها ممنيح لبين ما نحصل على كوام الكريمة طبعا بمساعدة الحليب البارد طبعا تكريبا كل باكيت بدي كوب معياري حليب بارد الحليب لازم يكون بارد عشان نحصل على الكوام لتكيلتها الكريمة شايفين كيف تكيلت معنا طبعا إذا بتحسوا بتكيها رخوة شوي بتضيفوا إشي بسيط من الحليب بس هي هذا الكوام الممتاز اللي أنا بديها طبعا لسه الكيك ما بارد عندي رح أحطها بالثلاجة لبين ما يبرد الكيك مشان أبلش أشتغل فيها طبعا هون بعد ما بارد الكيك هلا رح أكلبه على الشبك اللهم صلي على سيدنا محمد طبعا التشققات هاي ما تهكلوا همها لإنا رح نزبط الكيكة من فوق كمان عشان بدنا نغطيها بالكريمة طبعا مش رح نشوف أي إشي من هاي التشققات كمان أنا رح أقص السطح شوية هون قصيت السطح شوي ما بينا على كاميرا كشكلها الكاميرا كانت واقفة طبعا وهون حطيت كمان وركة زبدة جديدة على الثانية اللي رح أشتغل عليها خليت الوركة شوية يعني فاذة من الأطراف عشان أقدر أتمادة فيها عندي الكرز المفرز أنا جبته طبعا خالي من النواة طبعا هذا رح أستخدمه في الحشوة شربت الكيكة بشوية من الحليب البارد وبلشت هنا أدهن فيها بالكريمة اللي هي الحشوة رح نستخدم الكريمة اللي عملتها معاكم وبعدين رح نضيف على الكريمة كمان الكرز اللي شفتوه معي التشاكلت كيك بطعم الكرز والكريمة كثير كثير بيطلع طيب طبعا أنا حبات الكرز كانت كبيرة فقصيتها من النص كل حبة إلى نصفين وزي ما أنتم شايفين بلشت هون أوزع في حبات الكرز على الكريمة يعني الكيكة زي ما حكت لكم بتكونوا تحضروها قبل بوقت الصبح بدري أو مثلا قبل بيوم في الليل أو قبل بيوم وتحضروها وتتركوها بتثلاجة هيك بتسهل عليكم شوية الوقت طبعا عندي الشوكولاتة كمان رشيت حبيبات الشوكولاتة رشيت شوية مش كثير من حبيبات الشوكولاتة بتعطيها برضو الشوكولاتة مع الكرز بكون الطعمين هدولا كثير كثير طيبين طبعا هلا كمان رح نغطي الكيكة بالكريمة نفس الكريمة نحاول نوزع الكريمة على جميع الكيكة من فوق ومن الجناب طبعا عندي هاي السكينة تاعت الخبز كثير كثير بتساعدني في توزيع الكريمة على الكيك يعني أنا الكيكة طبعا كيك بيتي بيختلف عن الكيك اللي بيكون في المطاعم بيكون فيه معدات وأدوات طبعا خاصة للكيك وبكونوا طبعا بروفشنال طبعا متخصصين بس يعني هدولا في عمل الكيك وتزيين الكيك فأنا يعني بعملوا لبيتي أنا ما أنا مختصة في البيت في عفوا أنا ما أنا مختصة كثير في الكيك فأنا الإشي اللي بحب بشوفوا شوفوا الوصفة بتعجبني فخلص بعملوا طبعا هاي الوصفة أنا ما شفت أي وصفة عن اليوتيوب الوصفة هاي من عندي ومن تفكيري فحكيت خلص كررت بدي أعمل كيكة الشوكولاتة وفكرت في إيش الحشوة المناسبة للشوكولاتة فالكيت إنه الكرز كتير كتير طيب معاها وحشيتها طبعا بالكرز عندي هون الشوكولاتة أنا كنت منعميتها مثل شوية هيك يعني مبروشة على الماكنة عندي وبلشت إني أرش فيها من الجناب ومن القصد وعلى السطح طبعا بتعطي طعم كثير كثير طيب منه زيناء بنزيننا الكيكة فيها ومنه كمان الطعم غير شكل كان يعني لإن الشوكولاتة كانت شوكولاتة طبيعية وكثير كثير زاكية وكمان لسه هون بدنا نكمل الزيناء بالكريمة اللي عملتها طبعا بدنا نزين الصفح الكيكة طبعا استخدمت عندي كيس الحلواني هذا طبعا هدولا بنستخدمهم استخدام مرة وبعدين بنكبهم طبعا هلا بدي أبلش أزين فيها بهاي الطريقة أعمل فيها هدولا على شكل الوردات بيعطوا شكل كثير حلو وكمان الكريمة هاي اللي عملتها طلعت مع الكريمة جيز كثير كثير طيبة ستكوني إنه طعمها أطلع أطيب من اللي في المطاعم بدون مبالغة يعني كثير كثير طعمها كان طيب يعني كل اللي أكلوا منها انبسطوا كثير وعجبتهم كثير كثير الحمد لله رب العالمين يعني الواحد في ست البيت أو أم الولاد فيها تعمل كل شيء في البيت إذا كان عندها حاسة يعني عندها شوية شغف للطبيخ للحلويات عندها إرادة عندها عزيمة يعني فيها تعمل كل شيء ما فيه إشي اسمه مستحيل على أم الأولاد أو على ست البيت يعني زي ما بيحكوا الواحد إذا بيجد على الإشي بيعملوا عندي حبات الكرز هذولا الكرز لزينة طبعا وبيت تاكل فحبت أني أزين فيهم أكثر لون الداكن الشوكولاتة الغامق طبعا وكمان برضو طيبين شايفين ما أحلى هم طلعوا يعني كيكا ما شاء الله طلعت بتجنن إذا بتتبعوا جميع الخطوات اللي عملتها بالفيديو أنا متأكد مية في المية إنها رح تنجح معكم طبعا فيكم بتعملوها مثلا بتاعها طعم البانيلا بنفس الطريقة تعملوها طعم البانيلا مثلا مش موجود عندكم الكرز تحشوها مثلا أي نوع فاكهة موجود عندكم سواء كانت مفرزة أو معلبات أو فواكه طبيعية بنقطعها طبعا وبندمجها مع الكريمة فبتعطينا طعم كثير كثير طيب سيما بحكوا الجود من الموجود فعندي هنا طبعا كالب الشوكولاتة نوعية الهرشز هم الردي مقطعين هيك مستطيلات فقطعتها بهذا الشكل وبلشت برضو أزين فيها زي ما بحكوا زيادة الحب حلاء يعني فوق كلها الشوكولاتة كمان زدنا عليها الشوكولاتة مش غلط ليش لا يعني طبعا هلا بعد ما زينها أكيد رح أحطها بالثلاجة طبعا أنا عملتها كانت تقريبا لما بلشت أجهز فيها الساعة عشر الصباح أخذت والله وقت يمكن تقريبا ثلاث ساعات لابين خلصت بين ما خبزتها وبردات وحضرت الكريمة وزينتها وكل هذا الشغل طبعا فستكون بياخد وقت يعني تحضير الكيك مش يعني وأنا كل اللي عملتهم كمان طبقتين يعني إذا بدي أعمل مثلا ثلاث طبقات أو أربع طبقات طبعا بده ياخد وقت أكتر فزي ما أنتوا شايفين بلشت أشيل بورك الزبدة شوية شوية بكل نعومة علشان ما أخرب الكيكة قصيتها من الزوايا وبهاي الطريقة بلشت أسحبه بهاي الطريقة طبعا اللهم صلي علي سيد محمد طبعا بعد ما حد بعدين حطيتها بالثلاجة طبعا أنا هلأ بعد ما طلعتها من الثلاجة حطيتها بعد ما جاهزتها في الثلاجة تقريبا حوالي يمكن عشر ساعات وهلأ طبعا الدنيا كانت عندنا المغربيات والعيلة كليتها موجودة وصراحة كان عيد ميلاد زوجي وطبعا نستنينا الأولاد والجميع وغننا له عيد ميلاد سعيد طبعا بس إحنا زوجي والأولاد وأخت زوجي وزوجها والحمد لله رب العالمين كانت صهرة كتير حلوة وانبسطنا وتحلينا طبعا والأولاد كتير حبوا الكيكة والجميع والله حب الكيكة وانبسط فيها حابة عبي بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا وتكونوا استفدتوا من الفيديو وشكرا للكم لمتابعتكم للي وبحبكم في الله وباي باي